الكعبة في المنام بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين اللهم امين اليوم عزائي متابع القناة سوف نسرد عليكم دلالات وتفسيرات رؤية الكعبة في المنام الكعبة في المنام اذا رأاها الشخص وكان يبكي دل هذا انه سوف يحقق الله له حلمه وسوف يفرق قربه عما قريب باذن الله واذا رأى الشخص في المنام انه متوفي يبكي بشدة امام الكعبة فان تلك الرؤية تدل ان الشخص المتوفي قد غفر الله له زنبه باذن الله والله اعلى واعلم واذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة وكان اعزب ورأى في منامه الكعبة فان تلك الرؤية تكون دلالة على الزواج قريبا باذن الله وفي حالة اذا كان مريض ورأى في منامه انه يدخل الكعبة كانت تلك الرؤية بها اشارة وانذار له بموته القريب والله اعلى واعلم ومن يرى في منامه ان الكعبة تم هدمها فان تلك الرؤية تدل على حال البلد التي يعيش فيها صاحب المنام ودلالة على شباب تلك البلد مشغول عن عبادة الله وتدل على انتشار الفواحش في هذه البلد والله اعلى واعلم ومن رأى في المنام ان الكعبة تسقط على رأسه دل ذلك ان الرأي يتبع طريق البدع والخرافات في حياته ويبتعد عما قالوا الله ورسوله والله اعلى واعلم ومن رأى انه يطوف حول الكعبة دل ذلك على قرب تحقيق طماحاته واحلامه باذن الله ولو رأى انه يطوف حول الكعبة بسرعة وكانت مشاعر الخوف تملق قلبه فان تلك الرؤية يكون دلالتها ان هناك امر او مشكلة تشغل عقله وتفكيره ولكن الله عز وجل سوف يساعده في حل هذه المشكلة وسوف يستطيع الحصول على الراحة والهدوء باذن الله والله اعلى واعلم وفي حالة اذا مرأى الشخص في منامه ان الكعبة في غير مكانها اي في غير مكانها المعتاد فان تلك الرؤية يكون بها اشارة ان صاحب المنام سوف يتصرع في اتخاذ قرار ما هذا القرار قرار مصيري في حياته وهذا التصرع سوف يتسبب له في خسارة الكثير من الاشياء لذا عليه ان يتأنى وان يتحلى بالهدوء وبالصبر حتى يستطيع اتخاذ القرار بشكل سليم ولا يتسبب في اي خسارة له والله اعلى واعلم هكذا نكون قد صردنا عليكم اهم دلالات وتفسيرات وتآويل رؤية الكعبة في المنام عسى ان نكون قد افدناكم ولو بالقليل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم امين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته